عسلمة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البلايليست Ansible & Ancestrano ونستخدم التصوير بالعادة على أغلبنا ونظر الـ UBENT 22 ونختار الـ Software ونرى الـ lesserMate ونرى رأينا ونرى مؤامل التصوير وننصعد التصوير هنا نجد كيف نسيبه نحن نرى هذا الوеб سايت لذلك نبدأ في الخدمة بالنسبة لنا لنسيبه cert bot دعونا نمشي ونشوفه الكونفجرات بيانسور قبل ما نبدأ الكونفجرات بيانسور نصنع الرولم اللي هو بيش يكون cert bot لذلك شنوش نعملو انسيبول galaxy init ونكتبو cert bot بيانسور ديركتمو بيش نمشي ونحاول نربط ال cert bot هدايا بالنستال سكريبت بيش نبدل ال nginx بال cert bot بيانسور لازم ال cert bot يتلانسه بعد ال nginx على خطر الهنا بيش نستعملو الفيشي دو configuration اللي خدمناه في الفيديو اللي فات على ال nginx بيش نبدلو فيه بيش نزيدو وبيش نربطو ال ssr configuration وكل شي بال ال nginx ويب سرفر متاعنا خلينا نمشيو بعد ما ربطنا ال role متاعنا نمشيو ال tasks الهنا و اول حاجة بيانسور باش نصبو cert bot فهمنا كي فش نصبو cert bot دونك وش نستعملو apt اسم ال package متاعنا اسمو python3 cert bot nginx باش يكون بيانسور state متاع بيانسور ما نعملو ال configuration متاع ال certification متاعنا كان كي تبدأ مش موجودة بسينو نجمو تمتعول لنا مشاكل بعد دونك خلينا نكتشفوا الساعة كيفهش نجمو نعملو ال configuration كيف ما شفنا الهنا في ال-certbot الهنا نجمو نلقاو دي command اللي عاونونا باش نجمو نعملو ال-configuration بتاع السيرت بوت على ال-nginx كيف كيف بالنسبة لل-package اللي صابيناه دون شنوش نعملو الهنا ديركتما باش نمشيو ونننصيو ال-configuration اللي باش تصير على ال-nginx متاعنا نقولو بار اكزمبل certbot configuration باش نستعملو الشيال متاعنا باش ننصيو ال-command اللي هي certbot باش نحطو ال-flag اللي نحن نستعملو في ال-template nginx باش نحن عانا دومين هذيه دونك اللي هو دومين بتاعنا باش نحضو ال-email متاع support باش نحضو ال-command هذيه باش تصير ال-interactive يعني باش لانسيو ال-command و باش يجيونا questions و احنا نجاوبو عليهم نحنا الهنا ما عانيش اكسي باش نجمو نقعد و نجاوبوا نحنا باش نحاولو انه نعطيو الدوني لكل ثرد command نحنا باش نعطيو ال-email متاع administrator متاع ال-web-site اللي باش جي دي نوتيفكاسيون وقت اللي ال-certification هذيه دونك تش تكسبيري نحنا الهنا نجمو نحطو بار اكزامل support at devbrains.n بولا الهنا نجمو كذلك نعملو agreement لل-term of services بتاعهم دونك agree هذوما الكلو ميجيونا interactively نحنا ديركتو ما نعديو الفلاكز هذوما و نحضو اللي نحنا ما نحبوش ال-interactive mode إذن باش نكتبو no interactive حاجة مهمة كذلك اللي لازم نحطوها في ال-commandum بتاعنا وعليش نقول لازم على خاطر ال-certification limited عندها rate limiter ما نجموش نجنريو تقريبا خمسة تقريبا certifications per week يعني ما عنياش الحق انه نجنريو اكثر من خمسة certifications في الجمعة دونك نحنا باش نتستيو نجمو برشة مرات دونك نجمو نطيحو في الليميت هذيه دونك لازمو ننحدو الفلاك هذيه دونك لازمنا نحدو اللي نحنا مزلنا في staging هكا نجمو تقريبا انجنريو تقريبا 10.000 او 30.000 برشة certifications باش نتستيو بيه ولكن وقت ال-production لازمنا نحيو الفلاك هذيه دونك نجمو نزيدو الهنا تودو الهنا دوست نكتبها هكا تودو remove staging flag دونك لازمنا ننحدو اللي هي تصنع فايل معين وبالتالي وقتل الفايل هذيه موجود ماناش باش نعاودو ان لنصيو ال-comment هذيه دونك ال-comment هذيه اول حاجة تصنع عنا فشيه كي ما قلتلكم دونك الفشيه هذيه باش يكون تحت slash etc slash let's encrypt slash live والهنا بوز كنا احنا حددنا الدومين بتاعنا دونك الهنا باش نرقاوها تحت الدومين بتاعنا دونك الهنا باش نرقاوها تحت الدومين بتاعنا و باش تكون اسمها full chain دونك .pma هذيه الشماء متاع ال-certification بتاعنا دونك الهنا كذلك وقتل ال-engineering و-certification لازمنا نعملو ال-reload لل-enginex على خطر باش تصير موديفكاسيون في ال-configuration بتاع ال-enginex دونك باش نعملو notify والهندلر اللي عمناه في ال-enginex باش نعملو كيفو الهنا دونك باش نمشيو ال-handlers و باش نعودو نفس الهندلر اللي عمناه في ال-enginex ولكن نجمو كذلك نجربو اذا نجمو نعايتو الهندلر هذيه الحقيقة ما شربتش انا باش نعايت الهندلر من رول اخر دونك نجمو الهنا باش نفوتو الحاجة هذي دونك نجمو كوبيو الهندلر هذيه nginx reload دونك الهنا نعاودو خلينا ننزل اسم nginx reload و نحطوه الهنا في notify باش نستعملو ال-stat باش نحطو ال-path متاع الفايل متاعنا باش نسجلو ال-variable متاعنا باش نسميوه ال-variable متاعنا باش نسميوه ال-variable متاعنا بار اكزامبل سرتيفيكايت سرتيفيكايت اشوه دونك بعد ما سجلنا ال-variable هذيه باش ننصيو ال-task هذيه كان وقت اللي ما عملناش سرتيفيكايتش نقبل دونك باش نقولو وين نوت سرتيفيكايت اشوهد و نستعملو stat.exists بالطريقة هذيه نضمنو اللي ال-configuration متاعنا ما تترانا كان وقت اللي الفايل هذيه موجود حاجه اخرى كذلك نجمو نزيدوها و اللي هي تجمو تكون هي automatic ديجا في ال-certbot ورينه في ال-certbot في ال-configuration اللي ال-command تع-renew بتاع-certification automatic تتزاد لل-crown tab دونك نجمو كذلك نزيدو ال-task هذيه لل-playbook متاعنا اذا بار اكزامبل الكرون ماهيش تخدم نجمو كذلك نزيدوها في ال-deploy مش في ال-install ولكن خلينا نعملو عليها طالة وبعض نجمو نثبتو اذا هي تزاد في ال-crown tab ولا لا دونك نجمو نسميو ال-task هذيه رينيو سرتيفيكايت فولا و باش نستعملو الشيال كالعادة فولا اللي هنا عنا ال-certbot-renew فولا و نجمو نعديو ال-flag كويت كيف كيف ال-task هذيه ما نجموش رينيوها كان كي تبدد عنا certification ذوك باش نقولو اللي ال-task هذيه تصنع لنا نفس الفايل هذيه فولا نجمو نكوبيو كله و كيف نجمو نتأكدو اللي لازمنا نعملو نوتيفيكاسيون كيما دونك في ال-task هذيه بالضبط لازم نعملو نوتيفيكاسيون للنجينيكس بشي عمل ال-reload كان تبدل الفايل لازمنا elevated privileges و لازمنا نرانيو ال-command هذيه كان وقت اللي ال-certification دونك تكون موجودة لازمنا نحيو نوت لازم تكون وقت اللي ال-certification exists دونك توا ما بقى لنا كان باش نشوفو ونجربوه دونك نمشيو ديريكت امون وننصيو ال-command انسيبو بلايبوك وانستال دونك خلينا نشوفو اذا عنا error اللي هنا كيما نشوفو ال-certbot configuration صارت ولكن ال-renew certification ما صارتش على خاطر ال-certificate وقتها ماهيش موجود دونك خلينا نجربو توا نمشيو لل-vps بتاعنا نمشيو لل-configuration بتاعنا slash etc slash let's encrypt دونك خلينا نمشيو ال-etc ونعملو ls في ال-ls بتاعنا normal mode نلقاو اللي عنا let's encrypt cd let's encrypt موجود نعملو ls ندخلو لل-folder live اللي هنا عنا three folders يتصنعوا تقريبا اللي هما keys, live, csr و renewal renewal اللي هنا نلقاو فيها ال-renew بتاع ال-certifications اللي هنا ال-hooks دونك خلينا ندخلو لل-live اللي هنا معناش ال-permission دونك بش ندخلو بال-sudo ولا دونك نجمو نعملو ونعملو cd live ls، ولا دونك اللي هنا نلقاو ال-configuration او ال-certification بتاعنا موجودة تحت حسين.me اللي هو اسم الدومان بتاعنا دونك خلينا نمشيو تاوة لل-configuration بتاع ال-nginx بش نشوفو اسكو ال-configuration بتاع ال-certification بتاعنا تزادت ولا لا دونك بش نمشيو ال-cd slash etc slash nginx ls دونك ندخلو لل-sites enabled دونك نعملو ls دونك نشوفو ال-continue متاع ال-configuration متاع ال-nginx متاعنا دونك نعملو nano حسين دونك اللي هنا كان نحلو ال-configuration خلينا نحبط لوتا شوية دونك نلقاو ال-configuration متاع ال-certification متاعنا تزادت دونك نرول هنا ال-ssl certificate دونك صار ال-linking مع الفايل let's encrypt live اسم الدومان متاعنا فول شين ولهنا نلقاو كذلك ال-private key متاعنا اللي لازمو لهنا يكون موجود وكيف كيف فما دوتر بارامتر اللي هما generated by certbot اللي هنا كيف كيف نلقاو ال-return 44 زادت هنا ال-certbot دونك اللي هنا نلقاو كومنتير على الحاجات اللي زادتهم ال-certbot ونلقاو اللي بار متاعنا بشي والي 443 اللي هو ال-port باردفو متاع ال-https نحنا دجا في الفايروال متاعنا عملها ال-configuration متاع ال-https باش ما نقعدوش توا نرجع ونزيدو نعملو ال-low لل-port هذاك دونك خلينا نخرجو توا ونشوفو السايت متاعنا والهنا معاتش تعرضنا ال-error اللي كانت تعرضنا قبل ولكن اللي هنا دينا 44 not found يعني السايت متاعنا يخدم secure دونك اللي هنا نلقاو certificate is valid ونلقاو كذلك ال-page متاعنا 44 not found نجمو كذلك إذا نحبو نشوفو ال-pages page متاعنا نحاولو إنه نزيدو page باش نشوفو ال-web site متاعنا دونك نجمو ندخلو ال-var-www-current ونعملو ls دونك اللي هنا يقول لنا ما فهمش ديركتوري ديك على خطر ال-current تصنحها ال-ancistrano واللي هي باش تكون sim link ولكن نحنا جوش باش نجربوه لهنا دونك باش نصنعو دوسية جديد خلينا نمشيو الساعة لل-var-www نعملو ls نلقاو ال-html دونك باش نصنعو فولدر جديد لهنا على حسب الدومين بتاعنا دونك نكتبو mkdir وباش نكتبو فولدر بنفس اسم الدومين بتاعنا وبعديك باش ندخلو للفولدر هذاك باش نصنعو فولدر باش نسميوه current في وسط الفولدر current هذاك باش نصنعو فولدر نسميوه public mkdir public عليش نعملو في هذا الكل على خاطر كان نرجع بيكم شوية للكonfiguration متاع ال-nginx اللي حطيناها دونك خلينا نمشيو للكonfiguration متاع ال-nginx templates config والا لهنا نلقاو ال-andex متاعنا اللي هو ancistrano deploy to تحت ال-current تحت public نحبو نكسيوه لل-page-index.php دونك نحنا ال-ancistrano deploy to هي variable موجودة لهنا ال-variable هذيات البوانتي على var-www-domain اللي هو حسين.me دونك نحنا لهنا ناقصنا كان تحت ال-public نحطو فايل اسمه index.php هذيات اللي قاعدين نعملو فيه تاوا دونك تاوا باش نصنعو ال-folder public و تاوا باش نصنعو فشيه اسمه index.php و تاوا باش نبدو في ال-continue بتاع ال-index.php هذيات و باش نكتبو بار اكزامبل كود php مثلا echo hello world ولا دونك ما ننساوش باش نسكرو الفشيه متاعنا نعملو safe و نخرجو دونك تاوا خلينا نرجعو لل-domain متاعنا و نعملو reload اللي هنا كيف كيف تتلعنا نفس ال-error حتى كي نعملو index.php ما تتلعش وهذا يا عليش على خاطر نحنا صنعنا ال-index.php متاعنا في البلاسة الغالطة دونك كنجول هنا نلقاو اللي ال-index.php متاعنا نسينا مع مناش cd لل-path هذيكا وحاطينا ال-directories في البلاسة الغالطة دونك خلينا نصلحو الغالطة متاعنا دونك نجمو نصلحو الغالطة متاعنا نعملو ar-m لل-public ما نجموش نفسخو على خطراء دونك directory و كذلك باش نفسخو ال-index.php و بالطريقة هذيه دونك تاوا باش ندخلو لل-current folder وباش نصنعو ال-folder public تحت ال-current دونك ردو بالنا في الحاجة هذيه دونك دوغلتوش كي ما غلطتانا دونك ام كادير نكتبو public ولا دونك لهنا صنعنا الدوسي public تحت current دخلنا لل-public و تاوا باش نصنعو ال-index.php co-index.php دونك باش نعملو ال-modification كي ما عملنا مقبيل co-index.php crystalijds.php و بالطريقة هذيه نقوس ونشوفه إذا تخدم ولا لا. نحيو الـ index.phpd ونعمل الـ reload. لهنا تجينا hello world على سيتم بتاعنا. وكما شفنا توا الـ configuration بتاعنا تخدم. الـ installation بتاعنا صارت. ولهنا السيتم بتاعنا قاعد يفيشي في الباج بتاعنا. Secured بال HTTPS. هكا نكونوا كما نتاشنا لليوم. شفنا كيفاش خدمنا الـ website بتاعنا باستعمال الـ certification اللي تس انكريبت وانستاليناها. شفنا كيفاش تربطت في الـ nginx configuration بتاعنا. وجربنا صنعنا في شيء PHP بش تأكدنا من الـ configuration هذه. هكا يكونوا كمان الفيديو بتاعنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. ونراكم في فيديو جديد إن شاء الله. بسلامة.